موسيقى بدأ الحجاج الاردنيون رحلة العودة للمملكة عن طريق المنافذ الحدودية وسط اجراءات عديدة من الاجهزة المعنية من اجل تسهيل دخولهم دون اي معويقات فريقوا رؤيا زار مركز المدور الحدودي مع السعودية بالاضافة لمطار الملكة علياء الدولي وعدلنا بالتقرير التالي بعد اكمال حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بدأ الحجاج الاردنيون وبعض الحجاج العرب في مغادرة السعودية متوجهين الى الاردن عبر حدود المدورة ومطار الملكة علياء ولضمان عبور الحجاج من دون اي تأخير او اجراءات قد تعيق انسيابية المرور فقد قامت الجمارك الاردنية بجولة تفقدية لمركز جمركي لمدورة ومطار الملكة علياء للاطلاع على مدى الجاهزية والاستعدادات والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها لتسهير حركة المسافرين خلال موسم الحج نحن نقوم بتقديم خدمة الدخول والاجراءات الجمركية المعهودة للمسافرين نتأكد من ان الجاهزية كاملة سواء من حلال ما يقدم من دائرة الجمارك او الدوائر الاخرى الحمد لله وجدنا كل شيء على ما يرام جميع المسئولين والموظفين على اقصى درجة من الجاهزية يستقبلون الناس بافضل ما يمكن اجراءات عديدة تم اتخاذها لتسهيل وتسريع حركة الحجاج ومنها توسيع ساحات المغادرين المخصصة للحافلات ووضع خطة طوارئ بالتعاون مع الاجهزة الامنية العاملة على الحدود وتعزيز كوادر وزارة الصحة اضافة لعمل صيانة شاملة لكافة المرافق حاليا نستقبل الحجيج ونقوم بتسهيل جميع مهماتهم في الدخول في الاسراع في الاجراءات عندنا التسهيل عليهم بكل الطرق وقدر الامكان تم استقبال الحجاج الاردنيين القادمين والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم وتم توزيع المياه والقهوة وحلوى العيد عليهم اجراءات الجمارك الاردنية من احلى ما يكون ومن ألد ما يكون حتى ما وقفنا ويسألونا شو اللي معاكم بيعت الاردنية لم تقصر ابدا في رعاية الحجيج في الاهتمام فيهم في زيارة مخيماتهم المشكلة الاساسية اللي دائما عم تتكرر انه فيه حجاج فرادة مش مرتبطين بشركات ولا مرتبطين بوزارة الاوقاف هذول الحجاج الفرادة بيغزوا مخيمات الحجاج الرسميين غزوا قبل ما يوصل للحجاج الرسميين فلما تروح هناك بتلاقي انه المخيم ممتلئ ولهذا السبب تعتقد انه الخدمات ضعيفة كانت تسهيلات كتير الجمارك سهلة الشباب اللي على الباسبرتات كتير كتير ممتازين العمل على تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها بشكل مستمر من اجل عكس صورة الحضارية عن الاردن وعن الخدمات التي تقدمها عبر المراكز الحدودية جورج برهم رؤية